اهلا بحضرتكم في هذا المواعد الجديد من برنامجكم ديجيسبور ثمانية فرق تتنافس على لقب النسخة الرابعة من دور أبطال إفريقيا لسيدات والتي تحتضرها المملكة في الفترة الممتدة ما بين التاسع على ثالث والعشرين من شهر نومبر الجريد الفريق أو فريق الجيش الملكي وثبر الممثل الوحيد لكرة القدم الوطنية في هذه المسابقة القرية المذكورة ولمناقشة هذا الموضوع معنا من مدينة طنجة الزمير الإعلامي ياسر بن هلال أهلا بك ياسر مرحبا بك أخي منصف برحبا بجميع المتابعين برنامج ديجيسبور أهلا بك يعني كما قلت ياسر الجيش الملكي كممثل وحيد للكرة القدم النسوية الوطنية يدخل هذه المسابقة القرية وسط يعني مدارس كروية مرموقة على رأسها المدرسة الجنوب الفريقية والكونغولية من بوابتي تيبي مازينبيو كذلك سندونز البداية بالمباراة الافتتاحية أمام نصور المدينة السنغالي كيف تتوقع هذه المواجهة؟ بطبيعة الحالية المواجهة ستكون صعبة على الفريقين ليس فريق الجيش الملكي فقط وإنما حتى على فريق النصور يعني كنعرفوا إحنا المباراة المباراة الافتتاحية فكتكون هي المباراة القف فهي المباراة المحتاح بالنسبة للفريق الجيش الملكي للمنافسة على اللقب ديال التميونس لليغ لهذا الموسم يقدر يكون الضغط بالنسبة للفريق الجيش الملكي باعتباره أنه هو الفريق اللي يستضف هذه البطولة فممكن ربما هذه تبقى هي أبرز المشكل ربما سيواجهها فريق الجيش الملكي لكن فريق الجيش الملكي عنده لاعبات على مستوى كبير جدا عنده مدرب اللي هو مشغف فكان أعتقد بأنه رغم الصعوبات التي سيعيشها فريق الجيش الملكي في المباراة إلا أنه ممكن أن يتفار بالنقاط الثالث نعم ياسير بالنظر لمنافسين الجيش الملكي في المجموعة الأولى هنا كما قلت تيبي مازينبي الكونغولي وجامعة وستركيب الجنوب الأفريقي إلى جانب نصور المدينة السنغالية كيف ترى حضود العسكريات في هذه المجموعة؟ أنا أعتقد بأنه حضود جد وافرة نظر تجربة الفريق الجيش الملكي الآن أصبح عنده تجربة كبيرة على المستوى الأفريقي صحيح أنه تجربة كبيرة عنده تجربة على المستوى الوطني تنضف إليها التجربة على المستوى الوطني بالإضافة إلى أنه سبق أنه فاز في هذا اللقب وبالتالي هو عنده الحصانة النفسية والحصانة الرياضية مثل هذه الملافذات فكنظن بأنه فريق الجيش الملكي عنده جميع المقويمات لا لاعبين لا تقام تقني لا 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 البنية التجربة التي تنفر عليها نادي الجيش الملكي لجميع الأمور كنظر بأنه عنده جميع المنافسات أو جميع المقويمات دي الفريق اللي ممكن ينفس على البطولة دي الموسم نعم ياسر بنظر للمجموعة الأخرى هناك العديد من الأندية المتمرسة كما قلت على رأسها سندوز الجنوب أفريقي وكما تعرف المدرسة الجنوب أفريقي على مستوى القارة فهي مدرسة مرموقة على مستوى كورة القدم النسوية داخل القارة السمراء يعني ألتر الجيش الملكي قادرا على مجرد هذا المستوى الكبير لهذه الأندية والتتويج لماذا لا بهذا اللقب على أرض المغرب طبيعة الحالة أنا كنظن بأنه طبيعة الحالة كما قلت بأنه كما قلت يعني سميلي منصف أنه المدرسة سندوز هي تقريبا رائدة على المستوى الإفريقي لكن هذا ما كيشكلش واحد واحد عائق أما بالعسكريات أما بالفارق الجيش الملكي بالعكس هو واحد حالي نقوله يعني واحد تحدي اللي هو إيجابي ممكن أنه يستغل الفارق الجيش الملكي من أجل الضفر بالله هذا الموسم هذا كيبقى الأبرز المنافسين بالنسبة لي لأنا في المنافسة هو تيبي مازينبي تيبي مازينبي والمدربة دياله يعني كسعرف للخبايا ديال الكرة القدم المغربية كذلك شبغلت الشغلت هنا في المغرب بالنسبة الفارق لسندو ونظر بأنه كيبقى من يعني الرائدين ديال المنافسة ديال الكرة القدم على مستوى الإفريقي لكن أنا نظر بأنه المنافسة على اللقاب يمكن ما غادش تخرج ما بين هذه التولاتي ما بين الجيش الملكي وسندونز و تيبي مازينبي لكن كل المتمنيات بأنه وإحنا كمغربة كصحفيين كنتمنوا بأن الفريق الجيش الملكي وهو عنده جميع المقويمات لأنه يفوز برد لقد نعم ياسر ذكر تيبي مازينبي وهو أحد المنافسين للفريق يعني في المجموعة الأخرى كذلك هناك يعني تقم تدريبي مغربي يعلم الخبايا ويعلم جيدا كرة القدم المغربية وكذلك الأجواء داخل المغرب منافسة بقوة على اللقب هنا في المغرب طبعا هذا الحال لأنه أي منافسة التي تكون عرفة الحيثيات وعرفة الظروف المنافسة لا على مستوى الطاقس لا على مستوى الأرضية لا على مستوى البنية التكتية بصفة عامة تكون عندك واحد تراية فالأكيد يعني تسهل عليك 51% من المنافسة على اللقب الفريق التكتية المغربية كما قلت عنده طاقن تقني المغربي يشغل عرف بأنه الخبايا المنافسات المنافسة دل قدام المغربية عرف الملاعب عرف الطاقس وبتالي ربما هذا يقدر على الجانب للإستعداد أنه يقدر يكون واحد حافظ واحد عامل مهم بالنسبة للفريق التكتية على العكس ربما تقدر أنك تتنفس أو تتعرف الأجواء التي لا توجد لديك واحد دراية فبالتالي تكون واحد الشيخ الذي يكون كبير جدا على خلاف أنك عرف بأن البلد الذي سنبض فيه عرف الخبايا وعرف الطاقس وعرف البنية التحتية فنظن بأن هذا العامل يقدر يسهل مهمة منافسة نعم يسير في مثل هذه المنافسات كما تعلم هناك جزئيات بسيطة وبسيطة جدا تشكل فارقا في بعض الأحيان في المباريات المصيرية والحاسمة من تينات دور أبطال إفريقيا سواء المصر والذكور وكذلك الإناط الجيش الملكي سيكون أكيد بدعم مهم من الجماهير وكذلك دعم إعلامي وحضور صحفي الرياضيين هل هذا سيشكل ضغطا على العسكريات أم في رأيك حافزا قويا للفريق ولما لا للذهاب لأبعض نقطة ممكنة ما كان ضرش بأنه يقدر يكون يشكل وحد ضغط كبير لأنه وأكيد يكون وحد ضغط على مستوى أن تحمل مشعل القرى في قدم المغربية ولكن في نفس الوقت يقدر يكون حافز بالنسبة للعبات خاصة أنه سيكون حضور جماهير فريق فهي عاشقة للفريق تسنقل معه بالألاف على جميع الربع المملكة وأيضا على مستوى القرى الإفراقية فكنضم بأنه هذا الحافز هذا حضور الجماهير ربما يقدر يغطي المسألة للضغط للصدافة المنافسة هنا في المغرب فكنضم بأنه حسل فالأكيد بأنه يحتاج مستوى الصحافة الرياضية الوطنية فهي دائمة للفريق للجيش الملكي بالعكس أنا كنضم بأنه ربما تقدر تكون هذا تحدي بالنسبة للعيبات باش أنهم يبرهنوا على أساس أنهم أقدم بالمسؤولية وقدرين أنهم يشرفوا كرة قدم المغربية أحسن تنفي نعم ياسر ما تعليقك أهلا أن المغرب أضحى يعني قبلة لمختلف البطولات سواء في مختلف الأصناف المحلية القرية وكذلك العالمية وآخرها الآن يعني دور أبطال أفريقيا لسيدات بشأن القدرة المغرب التنظيمية وعلى البنية التي تغفر عليها المغرب الأكيد بأنه هناك مجموعة الملاعب التي تتم الإصلاح باستداد لكاسومة بأفريقيا فكنظن بأنه كان تمثل واحد تقال هي كبيرة بالنسبة للمغرب فكنظن بأنه المغرب قطع أشوار كبيرة جدا على مستوى التنظيم على مستوى المنافسات الرياضية التي استقبلها في المغرب كان سبق الاستقبل للمنافسة الكاس سوبر الفرنسي كذلك كاس سوبر الإسباني الآن مقبل على تنظيم الكاس أفريقيا 2025 كذلك كاس العالم لخمس سنوات متتالية لأقل 17 سنة سيدة ثم بعد ذلك الحادث الكبير منذ 2030 سين فكنظن بذلك كل عوامل كتأكد بأنه المغرب يحضر بتقة كبيرة من طرف المؤسسات الدولية وكذلك المؤسسات القرية صحيح ياسر يعني هل الآن بإمكاننا القول كرة القدم الوطنية على المستوى النسوي أضحت من بين المدارس القوية والرائدة قرييا خصوصا أو نظرا لما حقق المستوى المنتخبات وكذلك الأندي المحلية بطبيعة الحال لأنه نحن قال لنا يعني من الدول المغرب يعني الدولة المغرب أصبحت من رائدات على مستوى القرى الأفريقية على مستوى قرى القدم اليوم كنا الشيغة الكبيرة على مستوى المنتخبات المغربية لا ننسوش كذلك أن المنتخب المغربي كذلك للسيدات فهو تأهل المنافسة دي القور تادي في المنظيال الأخير كذلك هناك عمل قاعدة على مستوى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من أجل برورة وكذلك تطوير كرة القدم النسائية توجد فريق الجيش الملكي في هذه المنافسة دور أبطال أفريقية فهو يؤكد بشكل ملبوس على أساس أنه الكرة القدم النسوية فمشبه التطور له كبير فهذي نظر بأن هذه كل العوامل تتأكد هذه النقطة تقول بأنه الكرة القدم النسوية آتية وتتطور على مرسنة نعم زمين الصحفية كنت معنا من مدينة طنجة شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا وشكرا الموصول كذلك لكم مشاهدين الكرام ولا تنسوا أن توصل بكل جديد عبر مختلف صفحتنا وحساباتنا الرسمية في المنصات الإلكترونية كان معكم منصف عديني لقاء شكرا